سلام لبنائة مساء الخير عليكم ومشاء الله تكونوا كامل بخير جيتكم في وصفة جديدة وصفة من الوراشات معمرة بالبنة والقرمنشا على باليهاي حتى تعجبكم انا بركاني بدلت لها شوية في الحشو وضوكم نقول لكم وش درت فيه وضوكم نعطيكم البديل يعني على كل حال اللهنة كيما ديما نكسم معكم الحبان حبكم تشوفوها اللهنة ثانية قبل ما نعمرهم الشكل التاحهم نعطيكم طريقة باش ما يتحولكمش من المول نقولكم السرسو ثاني اللي خدمت بيه نعطيكم زوج انواع كين هذا السرسو وضوكم نزيد نحط لكم لاخر تشوفوه وقبل ما نبدأوا الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة تفعيل الجارس ونروحو للفيديو مش عندي اللهنة خدمتانا كونتيتي صغيرة درت 125 قرام مارغارين بحرارة الغرفة عندي اللهنة صافار بيضاء نخدمو هذي كلباية صافارة مع المارغارين حتى نتخلطو مليح من بعدا نروحو نزيدو اللهنة زوج مغارف كبار سكر ناعم نازمه مغربل يا لبنات اللي تحب تدير بالميزان تدير 50 قرام سكر ناعم اللي تحب تدير بالمغرفة تدير زوج مغارف كبار بتاع سكر ناعم لازم يكون مغربل نكملو ونخلطوه ونضربوه مع بعض باش يتجانسلنا هذيك الخليط ويبياضلنا اللي تحب تاخدم بيدها تاخدم بيدها المهمة لبنات اخدمو مليح هذيك المارغارين مع البيض والسكر الناعم هاكذا نكملو ونضربوه من بعدا نروحو نزيدو مغرفة كبيرة تع انشاء يعني 25 قرام منشاء ونزيدو مغرفة كبيرة تع كاكاوبوني كاكاوبوني تقدروا تقولو ثاني 25 قرام المهم ديرو مغرفة كبيرة كاكاوبوني ديرو كاكاوبوني يا لبنات باش ميجيكم شلقاتو تاكم مر ديما نقولكم غارب لو يا لبنات هذا وش عدنا في هذي المرحلة شوفوا لي تحب بتاع كونتيتي كبيرة انا هذي تعلمي وخمسة وعشرين قرام مارغاني نخرجتلي 15 قد قد لي تحب الكونتيتي الكبيرة تعلمي وخمسة وعشرين قرام ذو كنحط لكم قاط وخدمتو معاكم بالمئتين وخمسين قرام في صندوق الوصف كيف كيف نكملو نضربوه حتى نتجانسلنا هذيك الخليط هذا وش عدنا بالنسبة للبنات اللي يقولولي ما درتش الخميرة شوفوا الخميرة جامي ديروها في مولتع السيليكون ولا ديروها في مولتع حديد لخاطر رهي تطلع عليكم هذي ديما نوصيكم عليها من بعد ذو كنحو نزيدو فارينة تدريجيا حتى نتحصلوا على العجينة تكون نطرية كم عجينة الصابلية لبنات جامي تعجنو شوفوا لمو غرب اصبعتيكم هكذا زيدو الفارينة ولمو عجينة الكاكاو عندكم على البنات تتغلبكم خاطر رهي اللي هلي هي تشرب هذيك الكاكاو يشرب فحاولوا انكم تديرو غرب شوية ديدو بشوية وتلمو ديدو بشوية وتلمو حتى تحصلوا على الجينة طرية ديروها في كيس بلاستيكي وروحوا تخدمو مباشرة شوفوا اللعنة عندي زوج انواع عندي هذو النوع اللي ولتع السيرتو هذا النوع اللي بناتراه هو متوفر بارتو بارتو يتبع بستة الاف فرنج شوفوا كين الكبير كين الصغير كين المتوسط انا شريت المتوسط مشريتش هذيك الكبير وما تشريوش هذيك الكبير خلاص هذيك خاطر الحبة تعوجي تقهم ديرو في المتوسط بس احشوفوا نواصلكم لبنات اللي رايحة تخدم للحينوت يعني تخدم مع حينوت ولا ديروه لقل من هذا او كين لبنات اللي قل من هذا يتبع وقيله بربعة الاف هذا يتبع ستة الاف والكبير خلاص يتبع ثمان الاف هذا مكان شوفو كفش نديرو الحاجة اللي ولفر شو كيس بلاستيكي وديرو هذيك شوية يعني ديرو هكذا كربوعة تعجين دخلوها داخل هذيك السيرسو ومبعدة جيبو صبعتيكم وبدأوا شوفو اخد مو قلبو اخد مو دورو اخد مو دورو تنحيو الزوائد وتعدلوها قبل لبنات في الوسط تعدلوها هكذا معنلا مع السيرسو بتاعكم قد قد ومبعدة تبدأوا تطلعوا في العجين تطلعوا 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 حتى نتنحيو الزوائد وحطوا موز قدامكم باش يتنحيو الزوائد من الفوق اها شوفو نجيبو نحطي تلعجين خدمتو من تحت قبل ومبعدة بديت نطلع به نطلع فيه على الحواشي ديمو حطوه لبنات كيس بلاستيكي باش لعجين تعكم ما يلزق لكمش في سطح العمل هذا مكان قدتكم هذو ولا تحبو تخدمو في المهرس كي نادكتع المهرس لبنات ثاني يراه هو متوفر مشي البيدوز يا لبنات هو البيدوز يراه مقطوع ذو كنا عطولكم انا يخي قلتكم عندي خمسة هذك وش عندي نضال انا يحد جاي على الحوين تكش ما نلقى واحد والله ما يسعى ما زالوا ما دخلوش كانوا حاطين جون في يدخلو بعد قال لك في فري ذو كان ادخلنا في فري قال لك منا ان شاء الله الرمضان كش ما يدخلو هذو هما لبنات هذو تعبيدوز هذو مقطوعين انا كشت هذو مقطوعين وليت روح تزرب جبتا على السيرسو هذو خدمت فيهم بطحية الوصفة الاصلية راه يجي في السيرسو اشتولو اللي خدمت فيها هذو كوي اللي يجي فيه الوصفة بس حليما عندهاش السيرسو تقدر تدير في المهرس النورمال وليما عندهاش هذو قلتكم تدير في المهرس هذو يقولولو مهرس البيدوز نفس الطريقة ومن بعد البنات كيتخلصوهم وتشكلوهم في السيرسو جيبوا فرشيطة وهكذا ثقبوهم مليح 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 ودخلوهم الفرن يكون صخور مسبقا على درجة حرارة 180 يطيبوو يا البنات تشوفوهم ديوت تحميره ملتح تزيد وشعلو لهم من فوقه لبنات يديوت حميرة خفيفة الجام يتخليو القاطو بتاعكم مني طيبو مليح مليح باش يا البنات قد ما يقعد ما هوش راح يولي لكم مش راح يغمل بس حكون القاطو ميطي باش ملدخل ويقعدني اراه يا البنات يغمل هذين وصيكم عليها من بعد شوفو تخليوهم يبردوا مليح مليح باش تلحو لسيرسو واتنحوهم بهذه الطريقة وخلاص وذوقنا اروحوا للحشو لبنين تاعي شوفو انا وجدرت وذوقا نقول لكم الوصفة الاصلية وشفيها شوفو عندي قفريتة لبنات استعملوا قفريتة بذوق الشوكولات راهو يخليها لكم مقارم شاو ابنينة تخفت تخفرهم بزاف ليجربو هذين تاعي القفريتة هيله 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 شوفو ديروا كيلة قفريت ديروا كيلة فايتين وديروا نصف كيلة مكسرات المكسرات لبنات يكونوا محمصين ومرحيين مش هي غبرة ومش يخشين خليوهم متوسطين ومن بعدها لموهم بالشوكولاتة اختيني هي الوصفة الاصلية وش مديرة مديرة غير المكسرات ومديرة الفيتين هذا وش مديرة ولا بسطح انا نقول لكم القفريت زيدوه من عندي جيبنة عالمية القفريت في الحشوات اراهو يزيد بنة على بنة انا اخدمت بكيمة لبنات ثم اخدموه بوش تحبوه من بعدها شوفو تلموها الشوكولاتة دي ما نقول لكم حطوها على حمام مائي ولا ميكرو ووند شوكولاتة تختيني يا لبناتا حطوها على حمام مائي ولا ميكرو ووند وبدو زيدو بشوية باش مما تكل لكمش الشي كوله بزاف ولموها متكونش جارية متكونش ناشفة بهذه الطريقة نخلوها اكوتي ونزيدو نروحو لذكر الطبقة اللولا انا اللي هناك كان عندي كرنشي كراميل شوفو لبنات اللي هي الوصفة ثانية الاصلية وش تدير خدمت هذك الكراميل للاك خمف خيش بسحب للاك خمف خيش راهو ثلثيين ما تقدووش تزيدو تخلوه انا محبيتش بدلت الوصفة مرة 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 هدرتها بالكرنشي منها يجيني مقرميشها والحاجة الثانية يبقى الاطوال مدة وثاني لبنات لي ما عندهش كرنشي كراميل عادي تقد تقدر تدير اي كراميل تقدر تدير توفية تقدر تدير وش تحب نديرو الطبقة اللولا من هذك الكرنشي نخبطوها كذا بيد في ويد دينا خفافي باش الحبة تجي نديرو نص الكمية برك يعني عمرو نص السيرسو والنص الاخر نجيبو هذك الطبقة اللي كنا خدمناها هذك الكرنشي والمكسرات ونديروها ملفو شوفو كيفش نعدلوها لازم نعدلوها مستوية سما يجي سطح مستوي كما راكم تشوفو هاكذا ندخلوهم اللفريجي دارية لبنات نخلوهم واحد لعشرة دقائق يبردو حطوهم من تحت برك لبنات ماشي في الكونجيلاتور حطوهم من تحت برك يبردونا باش ما يوكلو لكمش الشي يكوله بزيف ولنا هنا تشوفو هام الثانيين هذو لبنات تعالبيدوز باش نقول لكم بليركم تقدروا تديرو في البيدوز كما تقدروا تديرو في هذو كسر سويت وشي هذو المهرس تعالبيدوز تل ممكتوح ما حبيتش نديرو لكم فيه قلت على بالي لبنات يصخفو س تقدروا تديرو لبنات في تاع المهرس و راهم متوفرين بستة الافة فرنك راهم بارتو هذو كما هم مش مكطوعين هذو لي مكطوعين ومن بعدها شوفوا لبنات نفس الطريقة نديرو نصف ملتحتها تاع كرانشي كراميل ومن الفوق نديرو هذي كالطابقة المقرميشة هاكذا نعدلوها نسويوها بسطح تحن سويوها مليح مليح ندخلوها لازم لفريجي دار عشرة دقائق ونروحو نقلاسيوها وبالنسبة لقلاساج انا علي بيالكم بلي نخدم بهذي لام اه واللهي لبنات غير ابنينا ما تقهمش وثاني بالنسبة للسعر راهي رخيسة على الاخرين هذي راي ثمانية وعشرين نلف نحطوها فوق حمامة نخلوها غير الضوب يخي يقول لكم في كل ميت شوكولا نزيدو لها مغرفة زيت لهنا لازم شوكولا بالحليب لبنات ما ديروش شوكولا نوار ديرو شوكولا بالحليب زيت لها اللهنة زيت وشوفوا اللهنة عندي هذا الكوكيو يخي نقول لكم الكوكيو ديما عقبوه في السيار ديرو غير هذك المتوسط ما ديروش الغ طبيعي اببتل جديدر الغبرة اتنقى اه الوصف ليت شحسل الافقOverتم قدم في الشوكولا كفين نقوم مع اجبنا بشكل يتنقى الغبرة القوكيو تحتاجها ديروش شوكولا قلت لكم من فوق برك عقبوها فوق سيار ولا اذا ما عندكم سيار عادي هزو شكيمة ترحيوه هزو بيديكم من فوق هزو هكذا من فوق برك وديروها في الشيكولاتاكم عينكم نيزانكم تمالي اذا حابينها تجي معمرة بالكوكيو ديرو كونتيتي اذا حابينها جيو كيما انا درت غير شوية برك منشتهيش تجي معمرة غير كوكيو بس ما شغول تجي قلاساش في ريلو هكذا حابيت صغار هكذا برك يبينو هذا مكان ومبعدها نقل عسيو عادي فوق فرشيطا بشوية هاي قولا هنا عندي هذي الوردة لمليحة لي خدمتها لي جوهينا شوفوا هذي اصعب وردة لي صح 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 صعيبة مسكنها في الخدمة وشيدتها قلت لها كيفيش نحبها كيفيش مسكنها خدمتها لي جوهينا والله العظيم افضل وحدة في الورد ما شاء الله خدمتها هيلة شوفوا تلمعجبتني اني غير نصور فيها هيلة 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 دقوا نخلي لكم الناميرو الساحة في صندوق الوصف نخلي لكم تاني رابط تحت على الانستغرام في صندوق الوصف راهي تخدم 58 ولاية ودير لكم التوصيل كامل للولايات وكي هنا حاجة ثاني لبنات راهي تشرح لكم يعني اذا حتشتوا حاجة راهي تشرح لكم مش يتقولوا غير تخدم بسوارد وسبعلالة والله يغرام يروحوا لها لبنات منها ويقولوا لها صورينا هذيك الحاجة صورينا راهي ما تبخلش انسانة ما شاء الله والله هنا شوفوا انا وش ولي الدر اه لانا نورمان موانا قبل ما تنشف لي الشيكولان ندير هذيك الوردة انا نسيت قاعدة كذا كنهضر خليتان نشفت من بعدها غير نشفت ورح جبت كيردون ودرت كذا حفرة صغيرونا بركة كذا في الواسط ودرت هذيك الوردة هذا ما كان بالنسبة لسعر البيع دي ما نقول لكم الوردة على حساب شحيل تشروها سينو هذا القاطورة يتحسب عشرة الاف وطلع بسطح لازم تشوفوا الوردة شحيلة راهي وفي الاخر نوبقى نقول لكم غربقة وعلى خير دعاوزكم الموما بش السلام عليكم